أهالي ودي بردة في ريف دمشق يناشدون العالم لحمايتهم والنصام يكثف قصفه على المنطقة ويدفع بتعزيزات عسكرية موسكو تعلن العثور على حطام الطائرة الروسية في البحر الأسود وتستبعد فرضية العمل الإرهابية الجيش الوطني اليمني يواصل تقدمه نحو شرقي صنعاء ويأخذ معارك عنيفة مع الحوثيين في نهم أهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية من الملف السوري إذ ناشد أهالي منطقة وادي بردة في ريف دمشق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحمايتهم مع السمرار قصف النظام وميليشيا حزب الله للقرى السكنية فيه وقد أصدرت المؤسسات المدنية في المنطقة بيانا يطالب بالضغط على النظام لوقف هجماته على المنطقة المحاصرة وحزرت من مجزرة قد تحدث بحق أكثر من مائة ألف مدني يقتنون فيها يأتي هذا بينما دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية إلى وادي بردة التي تعرض خلال الأيام الأربعة الماضية لقصف مكثف أدى إلى سقوط عشارات الضحايا وتسبب بدمار كبير شمل مضخات مؤسسة عين الفيجي التي تؤمن المياه إلى أكثر من ستة ملايين شخص في دمشق وريفيا مع تواصل غارات طائرات النظام على قرى وبلدات وادي بردة التي تسيطر عليها المعارضة شمال غرب العاصمة السورية دمشق يدفع النظام بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة شملت مقاتلين جدد وراجمات صواريخ ومدافع متوسطة ورشاشات ثقيلة معلنا بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تشنها قواته المدعومة بميليشيات حزب الله اللبناني على فصائل المعارضة السورية الاشتباكات بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى تجددت اليوم على أطراف قرية بسيمة في محاولة من الأخيرة تقدم في وادي بردة وسط قصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في القرية التي تعتبر خط الدفاع الأهم في المنطقة القصف الذي شمل أيضا العديد من قرى وبلدات وادي بردة أسفر عن عشرات القتل وجرح في صفوف المدنيين وتدمير مشه ميداني ومركز إعلامي فضلا عن دمار كبير في ممتلكات المدنيين أما منشأة عين الفيجة والتي تعتبر مصدر رئيسيا لمياه الشرب التي تغذي مدينة دمشق فلم تسلم كذلك من القصف الذي تسبب بأضرار كبيرة أخرجتها عن الخدمة ما أدى إلى حصول أزبة مائية في العاصمة وفي ظل الهجمة الجديدة لقوات النظام يخشأ أهل قرى وبلدات وادي بردة من مواجهة مصير مشابه لمصير أهل داريا وشرق حلب من تهجير بعد تكثيف العملية العسكرية التي تشنها قوات النظام في المنطقة التي تعد امتدادا جغرافيا وطبيعيا لمنطقة سهل الزبداني والتي يحاصرها النظام أيضا وتحقق السيطرة عليها تأمين اتصال جغرافي بين دمشق ومناطق سيطرة ميليشيات حزب الله في لبنان ينضم إلينا من ريف دمشق الناشط الميداني مازن الشامي مازن ضعنا في صورة الوضع الميداني والإنساني في وادي بردة حاليا مساء الخير يعني بسبب التصعيد على قرى وادي بردة الآن وفي خبر عاجل مدن وبلدات ريف دمشق تعلن عن تشكيل التحالف الدفاعي المشترك لرفض مشروع التهجير القصري ويدعون جميع الفصائل للتحاق بالتحالف الدفاعي المشترك وذلك لتوحيد الكلمة إن كانت للهدنة أو للقتال وقد وقع على البيانة حتى الآن حي القابون الدمشقي وبلدات القلمون الشرقي وقرى وادي بردة وتجمع الحرمون في خبر عاجل من وادي بردة الآن ميليشيات الأسد وحزب الله تقصف المنطقة بصواريق الأرض وحشرات القضائف الصاروخية حتى الآن هناك أكثر من ست شهداء بالإضافة لحشرات الجرحة طبعا تم تصدع محطة مياح عين الفيجي نتيجة قصفها من قبل ميليشيات الأسد بصواريق الأرض والمدفعية الثقيلة وحقيقة خرج عن الخدمة النبع بشكل نهائي بسبب شدة القصف عنه في قبل النظام وميليشيات حزب الله طيب كيف دارواد قوات المعارضة على تصعيد هذه الحملة العسكرية ضدها يعني حقيقة في وادي بردة لا يوجد أي تشكيلات عسكرية تشكيلات التي تدافع عن وادي بردة هي من أهالي وادي بردة بالتحديد التشكيلات الأخرى وخاصة في القطاع الشرقية أشعلت الجبهات لتخفيف الضغط عن مزيهدي وثوار وادي بردة التصعيد متواصل والقصف متواصل حتى اللحظة يعني الآن هناك قصف عنيف جدا جدا على قرى وادي بردة شكرا جزيلا لك من ريف دمشق الناشط الميداني مازن الشامي توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق على مشاركة قوات الجيش السوري الحر وقوات محلية في معركة الرقة معقل تنظيم الدولة في سوريا بعد المرحلة الأولية أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثورة على القسم الرئيس من هيكل الطائرة المنكوبة التابعة لوزارة الدفاع على عمق 27 مترا في البحر الأسود هذا واستبعد لكريملين فرضية العمل الإرهابي في ضحطم الطائرة وقال وزير النقل الروسي مكسيم سوكلوف إن فرضية العمل الإرهابي لا تدخل ضمن الأسباب الرئيسية لتحطم الطائرة وشارا إلى أن لجنة التحقيق تبحث في كل النظريات المحتملة بشأن الحادث وتركز في هذه المرحلة على فرضيتي العطل الفني والخطأ البشري مضيفا أنه لم يتم العثور بعد على الصندقين الأسودين حتى الآن وقد تحطمت الطائرة أمس بعد إقلاعها من مطار سوتشي في جنوبي روسيا عندما كانت متجهة إلى مطار حميميم في مدينة اللاثقية السورية وعلى متنها 92 شخصا معظمهم عسكريون قدوا جميعا ينضم إلينا عبر سكايب من لندن خبير الطيران رجا أبو زينة أهلا بك سيد أبو زينة إذن العثور على هيكل الطائرة المنكوبة إلى أي مدى يسهل من العثور على الجثث وربما الصندقين الأسودين بما يسهل من عملية فهم ملابسات هذه الحادثة نعم أنا أولا أعتقد أن هذه الطائرة ما فيها صندوقين أسودين لأنه لو فيها صندوقين أسودين كان لكوهم بعد ساعة من ما وقعت في المياه الصندوق الأسود بيودي إشارات والغطاس بينزل بطوله بأسرع وقت إذا فيها صندوقين أسودين فالصندوق رقم اثنين اللي هو صندوق البيانات سوف يعطينا بالتفاصيل ماذا أما إذا ما فيه صندوقين أسودين موجود الهيكل الرئيسي اللي وجدوه حيدلنا إذا كان أولا هناك أي انفجار لأنه يكون فيه علامات من البارود على المواد أو مواد متفرقعة موجودة على قطع من الطائرة أو يدلنا على أشياء كثيرة لم يحطوها مع سوا ماذا حصل أنا باعتقادي ماذا حصل هو إما أثنين إما البنزين اللي حطوه بالطائرة لما عبوه أو الحمولة الموجودة داخل الطائرة لما طلع من المطار انزلقت إلى الخلف أو إلى الأمام وهذا طل التوازن تبع الطائرة والكبتن ما كانش عنده أي سيطرة عليها حتى ما بعد سيد راسا يتحكم فيها برأيك ما الذي جعل من العمل الإرهابي فرضية غير رئيسية وراء تحطم هذه الطائرة أولا طائرة عسكرية تنين أنا باعتقادي الأمن كان حواليها قوي جدا ولو كان إرهابي أو تفجيري لكانت ألف قطعة لأنه إذا لما تنفجر في الجو تتناثر في أمكان في مكان كبير جدا فهذا بما أنه القطع كبيري لا أستبعد أبدا أنه ما يكونش إلا عمل فني وليس خطأ من الطيار عمل فني الطيارة عمرها تعرفي من سنة الثلاثة وتمانين وهي طائرة الطائرة لا شك إنها مصاني لكن العمر كمان إلي حق أشكرك من لندن خبير شكرا جزيلا لك خبير الطيران رجى أبو زينة إذن كان معنا من لندن إلى شأن اليمني الآن حيث تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى في مدرية نهم قرب العاصمة صنعاء وفاد الناطق باسم المقاومة الشعبية بمقتل وإصابة أربعة وعشرين من الحوثيين وقوات صالح في المعارك التي تمكن الجيش الوطني خلالها من السيطرة على جبل النهدين وسد عقران وقال مراسلنا إن الشبكات تدور حول منطقة قرن ودعا بمختلف أنواع الأسلحة في محاولة من الجيش والمقاومة لاستكمال السيطرة عليها قطع الطريق الرئيس بين صنعاء ونهم وقطع الإمدادات عن الحوثيين وقوات صالح في جبهة نهم وتسعى قوات الجيش الوطني للتقدم إلى الطريق الرئيس المؤدي إلى صنعاء بهدف قطع الإمدادات عما تبقى من مواقع للحوثيين وفي محافظة تعز قتل أربعة من عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأصيب آخرون بجروح في مواجهات مع الحوثيين وقوات صالح كما قتل تسعة من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال مواجهات بين الطرفين في الساعات الأربع والعشرين الماضية وقد تمكنت عناصر المقاومة الشعبية من استعادة أحد المباني الرئيسة في مدرسة صلاح الدين في معسكر التشريفات في تعز وسط تبادل لإطلاق قطائف المدفعية في تبة صفيتال وتبة السلال في حين تعرض عدد من الأحياء السكنية للقصف من قبل الحوثيين كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للتلفزيون العربي عن استكمال التحضيرات والاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة بمشاركة الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الحجر الشعبي والعشائرية وأضاف المتحدث أن المرحلة الثانية ستتضمن فتح محاور جديدة في الموصل للإسراع في عملية استعادة المتينة تسعة أسابيع مضت من عمر معركة الموصل قيادة العمليات المشتركة أعلنت أنها أنهت المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية التي تضمنت استعادة السيطرة على مساحة تقدر بستين في المائة من إجمالي مساحة محافظة نينوة لكن القادة الميدانيين يشتكون من تعقيدات ومصائب تسببت بتعطيل التقدم على الأرض التواجد المواطنين في المناطق أضافة إلى أن هناك استخدام القطعات المدرعة في المناطق المبنية طبعا هذا فعلا عامل مؤثر لأن القطعات صعبة عليها أن تتناور أو تتحرك في المناطق الآهلة المرحلة الثانية بدأت من المحور الشمالي حيث التقت وحدات الجيش العراقي بقوات جهاز مكافحة الإرهاب في حي الفلاح شمال شرقي الموصل فيما تم تحريك خمسة ألوية مدرعة من الشرطة الاتحادية لتفعيل المحورين الجنوبي والجنوبي الشرقي للمدينة المحور الجنوبي الشرطة الاتحادية تم تعزيزها بقوات أيضا في أماكنها موجودة ماسكة رابضين الأبطال بالاتحادية ماسكين المحور الجنوبي ينتظرون أي إشارة من السيد القادي العام للقوات المسلحة للزحف إلى الأمام القوات العراقية انشغلت في الإسبوع الأخير من المعركة بإعادة ترتيب صفوفها ونشر قوتها المدرعة على المحور الأربعة لتجنب حرب الاستنزاف التي بات يعتمد عليها ما يعرف بتنظيم الدولة وتعول قيادة العمليات المشتركة في المرحلة القتالية الثانية على مشاركة فاعلة لطائرات الـ F-16 العراقية والأمريكية بعد تشكيل غرفة عمليات مشتركة شفيق عبدالجبار التلفزيون العربي من المحور الشرقي لمدينة الموصلة نشرتنا متواصلة معكم أهلا بكم من جديد نصارد معكم الآن تقريرا عن انتخاب دونالد ترامب وآخر عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وذلك ضمن تقارير عن أهم الأحداث التي شهدها عام 2016 حمل عام 2016 الكثير للولايات المتحدة كان على رأسها انتخاب رجل من خارج عالم السياسة ليصبح رئيسا للولايات المتحدة هو دونالد ترامب وقد زاد انتخاب ترامب الجدل بشأنه بشأن مستقبل الولايات المتحدة تحت حقبة أصبح كثيرون يطلقون عليها الحقبة الترامبية 2016 كان عام التغيير في الولايات المتحدة عام تميز بانتخاب رجل أعمال وشخصية تلفزيونية ليصبح الرئيس الخامسة والأربعين لأمريكا رافق الجدل دونالد ترامب منذ ترشحه وتصاعد مع أعلانه عن مرشحه وتعيينه لقيادات عسكرية وأثرياء لتولي مناصب وزارية أساسية في جهازه التنفيذي ما أوجد حالة من عدم اليقين بشأن سياساته المستقبلية على ترامب أن يفسر التناقضة بينما يبديه منود لروسيا وعداء انتياه إيران إذا وافق على سياسة روسيا في الشرق العوسط فهذا يعز تأثير إيران على الأقل في سوريا وإذا لم يوافق فعليه أن يعارض سياسة روسيا في المنطقة ولا أعلم كيف سيحل ذلك طريقة حله مهمة لشركائنا في الخليج ويعول ترامب على ما يبدو على مدير أكسوموبل وصديق بوتن لإحداث نوع من التوازن في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة يمكن أن يساعد تيلرسون في فهم شركاء الخليجين قال ترامب إن الخليج لم يدفع نصيبه لقاء الضمانات الأمنية التي نقدمها وهذا ليس صحيحا إذا فكرت بعشرات المليارات التي دفعت لدرع الصحراء وعاصفة الصحراء والدور المهم الذي مارسوه في إبقاء أسعار النفط المخافضة زاوج ترامب في تعييناته وترشيحاته ما بين السلطة والمال وهو ما سيقود سياسات واشنطن للسنوات الأربع المقبلة سياسات قد لا يمكن التنبؤ بها الآن لكنها لن تخلو من الإثارة والكثير من الجدل يقول المراقبون إن تخوف الليبراليين من انتخاب ترامب هو الشعور ذاته الذي ساد اليمينيين والمحافظين من انتخاب أوباما قبل ثمانية أعوام وفي صلب هذه المخاوف تنامي اليمين المحافظي مستقبلة ريمو محمدية تلفزيون العربي وحشون طول عام 2016 شهد كذلك ارتفاعا ملحوصا في نسبة الانتهاكات ضد الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي سنت وشرعت قوانين تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر فقد استشهد أكثر من مئة فلسطيني برصاص الاحتلال أعتقل أكثر من ستة آلاف آخرين التقرير التالي يعرض أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال العام ودعت السيدة وفاء طباخي العام 2016 وهي تستذكر ابنها الشهيد الطفل محيد دين طباخي بعد أن غيبته رصاصات الاحتلال بإصابة مباشرة في القلب لا عائدية ولا عائدية في قلبه وهم يعني على المحسيم وعلى المعابر وعلى الإشي كل طفل بيشوفوه بيعنوا أنه بني عمل عملية شو هذو الأطفال دم يعمل عملية يعني يتشارك الفلسطينيون الألم نفسه تحت الاحتلال يطمون سنة أخرى تغط عليها الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعدات مقارنة بالسنوات الفائتة مائة وثلاثة وعشرون شهيدا غيبهم الاحتلال الإسرائيلي عن عائلاتهم من بينهم ثلاثة وثلاثون طفلا أعدموا بتهم مختلفة كان أبرزها محاولة طعن أو الاشتباه بذلك سياسة القتل هذه أعقبتها قرارات بهدم منازل ذوي الشهداء كعقاب لهم جرفات الاحتلال سوت أرضا 32 منزلا منذ يناير كانون الثاني عشان البيت البيت عيسى إذا فكروا أنهم يضمون عن المقاملة مقاملة ما انشغلها هدم البيوت ليس السياسة الوحيدة التي اعتمدها المحتل وخلال الـ 12 شهرا الماضية كانت أبرز هذه السياسات احتجاز جثامين الشهداء ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها جثامين عشرين شهيدا كما شهد العام 2016 تصعيدا في حملات الاعتقالات وقد بلغ عدد المعتقلين أكثر من ستة آلاف فلسطيني أفرج عن بعضهم لاحقا ولا تزال سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال يوميا بتهم مختلفة على هذا الحاجز وحده أعدم ستة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال والفعل نفسه يتكرر على حواجز الاحتلال الأخرى في الضفة الغربية حتى بلغ عدد الاعدامات فيها 75 حالة ورغم المطالبات الدولية المتكررة بوقفها إلا أن ذلك يمثل مبدأا ثابتا في سياسة حكومة اليمين المتطرف للعام 2016 من أمام حاجز قلندية العسكري شمال القدس سيارة العملة التلفزيون العربي والآن إلى جولة اقتصادية سريعة موسيقى 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 هرع ألاف المتسوقين إلى المتاجر الكبرى في العاصمة الأسترالية سيدني في إحدى أكثر أيام العام ازدحاما وذلك بسبب التخفيضات التي تلئ عياد الميلاد وفق لجمعية التجار التجزئة الأسترالية من المتوقع أن ينفق المواطنين الأستراليين أكثر من ملياري دولار على مستوى مراكز التسوق في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة أعلنت مصر أنها تسعى إلى رفع نسبة النمو إلى 5% وخفض نسبة الدين العام إلى 94% وخفض معدلة البطالة خلال العامين القادمين وكشفت وزارة المالية المصرية عن ثلاثة أهداف أساسية للسياسة المالية العام المالي المقبل أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية وإيجاد فرص عملا للعاطلين تساهم في خفض معدلات البطالة إلى 11% وزيادة دخل المواطنين حسب خطة الوزارة ووصل العز في الموازنة العامة لمصر العام الحالي إلى أكثر من 12% قالت إدارة مراقبة الجودة في الصين أن شركة BMW ستطلب العام المقبل إرجاع أكثر من 19 ألف سيارة من مختلف أنحاء الصين لوجود عيوب في الوسائد الهوائية ومن المقرر أن يبدأ في أول أغسط المقبل طلب إرجاع سيارات مستوردة تم تصنيعها في الفترة ما بين عامي 2005 و2011 وإلى أبرز أخبار الدوريات العربية والعالمية في الجولة الرياضية التالية يستعد محبود دور الإنجليز الممتاز لمشاهدة المباريات المثيرة التي سيحتضنها البرامير ليغ مساء الاثنين في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة والمعروفة بالبوكسنج داي حيث تقام ثماني مواجهات بعد يوم من ليلة عيد الميلاد أبرز تلك المواجهات تجمع المتصدر تشلسي ساعي لا تحقيق فوز الثاني عشر على التوالي بضيفه بورنموث فيما يواجه أرسلال باحث عن سعادة توازنه نظري واسبرومتش ألبيون ويصدم مانشتر ينايتل بالنظري سندرلاند في لقاء انهام للفريقين ويحل مانشتر سيتي ضيفا ثقيلا على هال سيتي كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني أنخل ديماريا لاعب باريسان جيرمان قد ينتقل إلى أحد أندية الدور الصيني وذكرت صحيفة الأكيب الشهيرة أن وكيل عمل اللاعب الأرجنتيني دخل في مفاوضات غير رسمية من أجل نقل اللاعب إلى الدور الصيني هذا ويعاني ديماريا من تراجع مستوى في باريسان جيرمان هذا الموسم تتجو أنظار عشاق كرة القدم السعودية نحو أستاذ الملك فهد الدولي في الغياض الذي سيكون مسرحا للقمة المرتقبة بين العملاقين الهلال والنصر في نصف نهايك أسولي العهد الزعيم الذي يتربى على قمة هذه البطولة بتتويجي 13 مرة يطمح الحفاظ على لقب النسخة الماضية على رغم من غياب مهجمي البرازيلي كارلوس إدواردو للإيقاف فيما يبحث النصر عن أول ألقاب هذا الموسم والرابع له في هذا المسابقة بقيادة مدرب الكرواتي زوران ماميش يواجه العين نظيره الأهلي في قمة باريس دور 16 لكأس رئيس الدولة الإماراتي ويدخل العين حامل لقب البطولة ست مرات اللقاب معنويات عالية بعد فوزه في مسابقة دوري الخليج العربي على اتحاد كلباء بهدفين لهدف وضعتهم في المركز الثالث على لائحة الترتيب فيما يسعى الأهلي للذهب بعيدا في مشوار مسابقة بعدما ضرب موعدا آخر في نص نهاية مسابقة كأس خليج العربي الإماراتي أمام الجزيرة يوم التاسع من يناير المقبل شهدت مدينة القدس الشرقية في فلسطين قبالا من السياح المسلمين من دول مختلفة لزيارة البلدة القديمة التي تضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وهو ما أنعش الحركة الاقتصادية المحلية تبدأ زيارة السياح المسلمين من هذه النقطة على جبل الزيتون المطلة على المسجد الأقصى وقبة الصخرة في مدينة القدس التي تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام سبعة وستين ويعتبر السياح الأتراك والماليزيون والأندنيسيون الأعلى نسبة بين السياح أتراك يحبون كثير القدس الشريح مسجد الأقصى مسجد الحرم مسجد النباوي ثم يتحرك الزائرون نحو البلدة القديمة لاكتشاف تاريخها والمشي في أزيقتها التي تحوي بين ثانياها عبقا تاريخيا يأخذك عبر الزمان السياحة الحلل كما يطلق عليها ارتفعت نسبتها مؤخرا من خمسة في المائة إلى أربعين في المائة وذلك بعد فتوى صدرت مؤخرا تتيح للمسلمين من شتى أنحاء العالم بزيارة المسجد الأقصى من أجل دعم سمود السكان الفلسطينيين في المدينة بالنسبة للفتوى التي تحرم زيارة المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال فهناك أيضا كان هناك مجمع فقهي قد عقد في الأردن وعقد في الكويت لمناقشة هذه الفتوى وكان هناك رجوع عن هذه الفتوى زيارة مدينة القدس بالنسبة للسياح المسلمين تتطلب الحصول على موافقة السلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر طلبات تتقدم بها شركات سياحة فلسطينية وفي الوقت الذي تسمح فيه السلطات الإسرائيلية لسياح العالم بزيارة مدينة القدس تحرم سكان الأرض الأصليين من الفلسطينيين بزيارة المدينة خاصة الغزيين ترجمة نانسي قنقر